طعم صاحب كوشك في سوق برونر ماركت في فيينا من أربع أشخاص نرجع تاني لموضوع انتشار الجريمة في الشارع النمساوي مع تزايد مخاوف النمساويين أول مرة لما يحصل حجوم في واضح النهار أمام أمام الزوار السوق ويدخلوا أربع أشخاص يعتدوا على شخص موجود في كوشك المبيعات بتاعه ويتم موضوع زي ده يا ترى هو ده من أسباب الفوضى اللي موجودة في النمسا بشكل عام ولا الموضوع كده بيعوم على اللاجئين اللي موجودين في النمسا ونرجع نستخدم الناس دي ونرجع نستخدم الفزاعة دي تاني من أحزاب المعارضة يعني معلسة أستاذ ممضوح طبعا المعتدي والمعتدة عليه هم سوريين بصراحة الأربع أشخاص سوريين والمعتدة عليه يعني مع الأسف الشديد يعني يوجد نوع من الإهمال على يبدو بين العديد من أفراد الجالية السورية لا بعض يا سيدي بعض بعض أفراد الجالية السورية المحترمة الموقرة صراحة مصررون على تشويه اسم الجالية السورية في النمسا يعني أربع أشخاص هدول تصار اسبهم عصابة ذهبوا لصاحب محل بغض النظر مهما كان يكون الخلاف بينهم ضربوا طعنوا ضعنوا هدول الأشخاص بصراحة يجب على وزارة الداخلية أن تأخذهم مثل ما هم وتوديهم لعن بشار الأسد وروحوا هناك فلتوا مثل ما بدكن الفلتان اللي كنتوا عايشين فيه بسوريا وعدم الانضباط باعتبار أن سوريا لا يوجد فيها أمن ولا يوجد فيها متابعة ولا يوجد فيها شيء ولا يوجد فيها أخلاق ولا يوجد فيها أي شيء طبب بحكم منظومة البعث الموجودة هنا فهؤلاء الأشخاص يعتقدوا أن هنا يوجد مناخ حرية وبالتالي أنا اللي ما بعجبني بروح بطعنه بروح بغزه مش كده بروح بغزه واخد حقي بإيدي فبالتالي سيد الكريم مع الأسف الشديد في أشخاص في أشخاص فوضويين عنيفين مصرين على تشويه اسم الجالية السورية الموقرة هنا في النمسا ويجب على كل سوري على كل سوري أن يتبرع من هؤلاء التصرفات وهي دي يمكن الفئة للمفروض الحكومة تاخد أمامها قرارات حاسمة عشان يقدر اللي عايز يعيش أو بيطالب أنه هو يكون أسرة ويعيش في سلام لو تقوم النمسا بترحيل سوري واحد متهم بجريمة ما أو بيعنف أو مدان عفوا مدان بجريمة أو بيعنف بتلاقي الكل تربى فمش غلط يعني يعني إحنا إلا بنقول لا لترحيل ليش لا لترحيل لا المجرم المجرم إنت ما بتحق إلاك تعيش بدولة مستقرة بدولة محترمة بتحترم حقوق الإنسان حقوق الجميع مثل النمسا إحمر حالك يلا وروح رجع على المزبلة اللي خرجت منها نتمنى أن يحدث تحريك لهذه الموضوعات في المستقبل القريب ترجمة نانسي قنقر